مرحبا أصدقائي بدون سن محدد وبدون حساب بنكي وبدون نقاط يمكنك أخذ العائلة معك سواء كنت متزوج أو لا ولكن من الشروط يجب أن تظل سنتين كاملتين في مقطعات يكون في خلاصة شاملة أترك لكم مواقع وأفضل مواقع البحث عن عقد عمل والموقع الرسمي في صندوق الوصف لستة مدن أيضا تبحثوا فيها هناك طرق في الإرسال بالنسبة للشركات يمكنك الإرسال عبر بريديم الإلكتروني أو استمارات تقدمها عبرها من أي بلد وترسل سيرتك الذاتية الكندية بشروطها وأحكامها الرواتب وطبعا مقاطعة يوكون المعروفة بالأضواء الشمالية والشفق القطبي عبر هذا الموقع تجد وظائف تحت الطلب في يوكون لسنة 2021 هنا بعض المعلومات عن إقليم يوكون وأذكر لكم النوك بالنسبة للمهن وبعض الطيارات للهجرة بالنسبة للدخول السريع وأيضا برنامج هنا في الطيار العامل ذو التأثير بالنسبة لنوك السي والدي نوك دي بالنسبة لمن ليس لديه شهادة البكالوريا من سفر آوة بي والسي والدي تتعرف على المهن المؤهلة ولسنة 2021 وكود شهادة عدم الممنعة سائق الشاحنات 7511 عمال المزاريع 8431 محاسبين صرافين مدبرات الفنادق ومضيفات الغرف 6731 عمال النظافة والقائمين بها الرعاية ومشرف المباني 6733 لعمال النظافة استمع جيدا وتابع معي هنا الطيار لمجتمع يوكون تتعرف على هذا الموقع أتركه لكم في صندوق الوصف رب العمل هو من يتكلف بالتأمين وتذكرة الطائرة سوف أعيدها أصحاب العمل هم من يتكلفون بتذكرة الطائرة والتأمين على العامل الأجنبي يحضرك ويدفع قيمة تذكرة الطائرة وبعد سنتين تحصل على الإقامة الدائمة ويمكنك الهجرة إلى المناطق الجنوبية كما تعرف ويجب عليك الحصول على عقد عمل واحد تجده في هذه المقاطعة وهو موجود ضمن المواقع في أسفل الفيديو يكون في 30 ساعة في الأسبوع لعرض العمل بدوام كامل فال تايم الحد الأدنى للأجور و14 دولار في الساعة نظرا لبعد مقاطعة يوكون عن باقي الأقاليم كان هذا الموقع الأول لوضائف تحت الطلب في يوكون لسنة 2021 حسب تخصصك ترسل في المواقع الموجودة في صندوق الوصف سيرتك الذاتية إلى سوف ألخص عليكم الموضوع كامل وأترك لكم المواقع في صندوق الوصف والموقع الرسمي أيضا لحكومة مقاطعة يوكون التجه إليه مباشرة إذن هذا هو الموقع الرسمي لمقاطعة حكومة يوكون تجد فيه جميع الإجراءات وجميع الأمور المتعلقة بالهجرة أمامك هنا نضغط على الهجرة وأنت تتعرف هنا أيضا تعلم اللغة الفرنسية هذا الخريف تتجهل لدورة اللغة الفرنسية مفتوحة الآن لدورة الخريف وأحدث الأخبار نضغط على الهجرة وهناك التوظيف تضغط عليها لك تتعرف على بعض مواقع التوظيف المطروحة في الموقع نضغط على الهجرة وقد تم شرح هذا الموقع مرارا وتكرارا وهنا هاجر إلى يوكون تعيين عامل أجنبي أهلية صاحب العمل ومسؤوليته وتقدم بطلب لتوظيف عامل أجنبي من خلال البرنامج مجتمع يوكون واتصل بالحكومة قدم طلبا للهجرة هاجر إلى يوكون جميع الإجراءات هنا أي رابط تحته خط يمكنك الضغط عليه ومعرفة كل شيء عنه هاجر إلى يوكون بعد ذلك نتعرف على الهجرة يوكون نوميني بروغرام أهلية العامل هنا متطلبات الأهلية كل شيء بالنسبة لمن طالب اللجوء أو غير مقبول في كندا يعني لو الذي ملف جنائي مثلا ليس مؤهلا هنا بالنسبة لصاحب العمل لا يومنا وكيف تحصل على عرض عمل وبحث عن فرص العمل هناك بنك الوظائف ومركز التوظيف ويوين أيضا هذه مواقع مطروحة ضمن البرنامج يريك كيف تبحث عن عقد عمل عقد عمل واحد يكفي حول العمل في يوكون هنا تجد كل شيء وبرنامج الترشيح أنت تبحث أيضا هنا من سفر إلى الدي سفر او بيو سي والدي الدي بدون مستوى يعني باكالوريا يمكنه التقديم والعامل الأساسي ومعايير العامل الأساسي كل شيء تبحث عنه في هذا الموقع أتركه لك في صندوق الوسط مع مواقع أيضا للبحث عن عقد عمل وضمنها هذه الثلاث مواقع أيضا ابحث فيها بنك الوظائف ومركز التوظيف ويوين لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ويصلك دائما كل جديد